الوقت الاسف قصير بس انا حاول قد امكان باختصر الملفات اللي بتكلم فيها الجانب التاني وفي اطار عالم سمسم اللي احنا عايشينه في خمسة شارع الجبلية امبارح كنت اتكلمت على فكرة هو الاتحاد بعت للفيفا بيسأل ليه على الموقف القانوني في موضوع حسين الشحات ومحمد الشيبي وقلت ده الاتحاد نفسه هو بذات نفسه والله اللي قال قبل كده في 4 يناير في خطاب رسمي للنادي الاهلي اللاعب خالف لايحة النظام الاساسي وعلى هذا الاساس انت كاتحاد احالة اللاعب للجنة الاندماط ده في خطابات رسمية يعني انت في خطاب رسمي اعلنت واكدت واعتمدت ان اللاعب خالف لايحة النظام الاساسي دلوقتي بتسأل الفيفا انا مستنى طبعا رد الهيئات القضايا في الفيفا عليك لان الطبيعي رد الهيئات القضايا اقولك دي مخالفة صارخة لا تعال اقول انت عملت ايه مش هيجي يقولك شأن داخل اللي انتم ممتظرينها او هيجي يقولك قرار عكس ممكن حاجة اللجنة الاندبطة هتطلح لان اقولك على مفاجأة تانية عشان اثبتلكم بس ان هو فعلا عالم سمسم هو انت كاتحاد مصري لما بتخالف لايحة النظام الاساسي للفيفا هل الفيفا بيحولك لجنة اندبط في الفيفا؟ لا الاتحاد ده اللي بيعمل ايه؟ بيطلع قرار دايركت على الاتحاد المصري او على الاتحاد الوطن اي مخالفة للوايح الفيفا الفيفا ما بتحولش الجهة اللي خلفت الليحة لجنة الاندبط لجنة الاندبط دي لجنة مختصة بالنظر في الامور اللي هي علاقة بالمسابقات بالمسابقات لكن انت لما تخالف لايحة بتغضع هنا لقانون الفيفا بيديك عقوبة بيديك تحذير بيقولك ايقاف نشاط ايا كانت قرارات اللي بيطلعها الفيفا لك ما بيحولكش لجنة اندبط لان انت هنا مش بتلعب مصابقة طيب في الحالة اللي احنا فيها دي هل كان المفروض الاتحاد يعمل ايه؟ كان الاتحاد المفروض يطلع قرار ضد اللاعب وضد ناديه ليه؟ لان اللاعب والنادي خلفوا لايحة النظام الاساسي باعترافك انت مش بكلام نحن انت اللي قلت اللاعب خالف وعلى فكرة والنادي خالف لان النادي ماضي اقرار على معيار قانوني في لايحة الترخيص في الاتحاد الافريقي بيقر فيها ان اللجوء للمحاكم المدنية والعادية في القضايا الرياضية مخلفة صارخة تستدعي ايقاف الترخيص او الغاؤه وان اي مشكلة رياضية في هذا الشأن عليك ان تلجأ للمحاكم الرياضية زي المحكمة الرياضية اللي في لوزان في سويسرا وبالتالي هنا النادي خالف واللاعب خالف ولكن انت كاتحاد اعترفت ان فيه مخلفة وما خدتش قرار فروحت لجنة الانضباط رغم ان لجنة الانضباط ممكن من خلاف القوانين واللوايح اللي قصدها ممكن تقولك ايه؟ ما عنديش حاجة واضحة ممكن تقولك المادة 38 بتديني الحق فعلا وقع عقوبة بس العقوبة بتاعتها ايه برضو مش واضحة بالنسبة لها لان الامر يخص الاتحاد ممكن ما يخصش لجنة الانضباط يا كابتب يا فندب يا استاذ فين قرارك في الملف ده؟ قلت بعت للفيفا طب الفيفا لو بعث رد عكس اللي انت قلته ساعتا بقى ايه؟ نطلع كلنا كده على المحكمة الرياضية ونقول الاتحاد خد قرار ولجنة الانضباط قلت قرار وساعتا بقى الاتحاد هيستنى ايه؟ حاجة قرار تاني طيب ده خطاب بيقولوا اللي بعتوا اتحاد الكرة لبيرامدز وفيه مكتوب بناء على الشكوى المقدمة من النادي الاهلي بشأنه وقعت قيام اللاعب كذا 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 بتقديم بلاغ للنيابة العامة ضد اللاعب حسيني الشحات في مباراة ما بين الاهلي وبييرامدز في 23-27-23 نوض احادة سيادتكم بانه بناء على تقرير مراقب المباراة وكذا 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 اما عن وقع التقديم بلاغ للنيابة العامة فهو مخالفة صريحة لليحة النظام الاساسي للاتحاد المصري ولليحة الاتحاد الدولي باعتبار ان الاحداث المتعلقة بالمباراة وما ورد بتقرير مراقب المباراة وتم التعامل معها وفق للواحي المحددة لذلك بناء على ما تقدم فقد تم احالة اللاعب للجنة الانضباط واضحة صريحة وانا قلت لكم النادي الاهلا لما قال في بيانه وفي خطابه ان الاتحاد بعد ده رسمي في 4 يناير كانت واضحة لكل الناس طيب انت دلوقتي قلت اللاعب خالف لما وقعتش الجزاء عليه وعلى ناديه انت المفروض كانت اتحاد كورة على طول وقتها ده لو اتحاد بجد اتحاد فيه ناس بتعرف تدير بجد ناس قد كلمتها بجد تطلع قرار بتحزير بيرامدز ومهلة لالغاء الترخيص في حال عدم صحب اللاعب شكوى والناس ما تقول ليش اصلي بدافع الحقه دي مشكلة رياضية واللاعب في التحقيقات قالك ايه اصلي لاجلة المسابقات ما خدتش عقوبة المناسبة ولما استأنفت على القرار قالك مفيش السناف دي مباراتين لسه انت عندك هوب اعترافك ان دي مشكلة رياضية كنت تروح للمحكمة الرياضية يا فندم واحنا معاك والله وانا ايدك لكن تروح للجهات القضائية في النيابة العامة ده امر مخالف للايحة الترخيص ومخالف للايحة الفيفا ومخالف للايحة اتحاد الكورة محدش يقول لي اصلي فيه لعيف في الدولة الانجليزية لعيف تاني شتمه فارح للمحكمة وخط تعويض اوكي دي هنا كانت ما بين طرفين ما اتخذش فيها قرار في الجوانب الرياضية ومرأبين المباراة نفسها في الدولة الانجليزية ما كلمش فيها حاجة فالامر نفسه لم يناقش في الجانب الرياضي لكن في واقعة الشيبي وحسين الشحات الواقعة كانت رياضية وكانت في الملعب واتكتب فيها تقرير واتخذ فيها قرار عندك استنافع القرار اوصل للمحكمة الرياضية لكن لو كل واحد معجبوش قرار للمسابقات هيتجه للقضاء ما دي بقى الفلسفة بتاعة لايحة الفيفا قالك اي قضية رياضية لازم تناقش في الجانب الرياضي حضرتك لو ما كانش اتخذ اي اجراء رياضي اي قرار رياض ضد حسين الشحات اللي احنا هنا بالتأكيد اكدنا مئة مرة اللي احنا كنا بنشجو بهذا التصرف والنادي الاهلي خد قرار رسمي معلم ضد حسين الشحات وقتها وانت بنفسك يا شيب اعتذرت الحسين واحسين اعتذرلك يعني كان فيه فعل ورد فعل ولكن كلنا ما كانش عاجبنا المشهد اللي حصل ما ينفعش لا يليغ بهذا المشهد انه يحصل ولكن عندك طرق رياضية كتيرة تقدر تجيب بها حقك لكن اللي قول للقضاء العادي الاتحاد نفسه اعترف ده الاتحاد نفسه اعترف ما اخدش قرار ليه لانه ما يدارش ياخد قرار ضد اللاعب وما يدارش ياخد قرار ضد بيرامدز واللي قال للاتحاد دلوقتي يروح للفيفا هو عايز يعمل ازمة وعايز يكبر المشكلة لان فيه ناس في الاتحاد مش قد المكان اللي هي موجودة فيه